اكدت قبيلة المرة في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وقبائل جشم كافة في نجران وقوفهم صفا واحدا مع مملكة البحرين وقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ضد كل المؤامرات التي تحاكل زعزعة أمن البلاد وضد المحاولات القطرية المستمرة للعبث بالأمن والاستقرار والوحدة الوطنية لأبناء البحرين وأبناء الخليج العربي كافة وأعربت القبائل في بيان لها عن تأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة من أجل حفظ أمنها ووحدتها والتمسك بالثوابت والقيم الوطنية القائمة على الولاء والطاعة والعمل الجاد والمخلص من أجل الزهار البحرين وأشقائها دول مجلس التعاون الخليجي مؤكدة أن التدخلات القطرية القائمة على التزوير والفبركة ونشر الأكاذيب ضد المملكة وقيادتها لن تنال من وحدة شعب البحرين والشعوب الخليجية كافة التي لا زالت وفية لقيادتها ووعية لهذه المؤامرات القطرية الدنيا ودعت قبائل المرة وجشم كل أطياف المجتمع للوقوف صفا واحدا خلف قيادة جلالة الملك المفدة وعدم القبول بأي حال من الأحوال أن يساء أو يسيأ أي شخص وسيلة علامية أو دولة مالقة لهذه الأرض الطيبة ولكافة ربوع المنطقة في الخليج العربي وستبقى وحدتنا الوطنية الأساس الذي يحمينا اشتركوا في القناة